تتكامل منظومة الأداء في وزارة الداخلية ضمن الحملة الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا وفي إطار الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطلوبة وفي هذا السياق تمضي هذه الجهود وسط تعاون مجتمعي يهدف إلى أمن وسلامة الجميع تمضي الإجراءات الاحترازية الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا على قدم وساق وسط التزام مجتمعي يظل محل تقدير واعتزاز يعكس قدرة الأفراد على تحمل المسؤولية المجتمعية وفي هذا الإطار تأتي الإجراءات التي تعمل وزارة الداخلية على تطبيقها وسط منظومة عمل متكاملة تنفذها الإدارات المعنية ومن بينها الإسعاف الوطني والذي يمضي بخطوات إيجابية للنهوض بواجباته في التعامل مع الحالات الطارئة ضمن المنظومة الوطنية للحد من انتشار فيروس الكورونا نلتزم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والعمل وفق المعايير الدولي المعتمدة من منظمة الصحة العالمية على الجانب اللوجستي هناك التزام كامل من طواقم الإسعاف بكمامات الوجه قفازات اليد المعاقمات وكافة ما يضمن سلامتهم وسلامة من يتعاملون معه فرغ الاستجابة السريع بمركز الإسعاف الوطني تعمل على مدار الساعة لاستقبال والنقل للحالات الوافدة من خارج البلاد والحالات المخالطة داخل البلاد والمصابين وذلك وفقاً للمعايير الدولية يعمل مركز الإسعاف الوطني على التحكم والسيطرة بخدمات الإسعاف مع الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الطبية للمرضى والمصابين قبل الدخول لكافة المستشفيات نعمل من خلال 13 مركز إسعاف بهدف تقليل مدة سرعة الاستجابة وهناك اشتراطات معينة في المسعف فمنها أن يكون حاصلاً على شهادة جمعية في مجال طب الطوارئ أو التمريض مع دورات من ذات الاختصاص أما بالنسبة لسائق الإسعاف فيتم تأهيله ليصبح مساعد مسعف وضمن منظومة العمل تلك توالي إدارات وزارة الداخلية النهوض بواجباتها في إطار الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا ومن ذلك إدارة النقل والتي تقوم بنقل عدد من الحالات المشتبه بها وتوفير عملية التأمين الكافية في هذا الشأن يكمن دور إدارة النقل في نقل المصابين والمشتبه بهم والمخالطين من جميع منافذ مملكة البحرين والمراكز الصحية إضافة إلى جميع المناطق بالتنسيق مع قرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية والخط الوطني لمكافحة فيروس كورونا 444 حيث تلقى إدارة النقل البلاغ وتتم عملية الإجلاق من وإلى المحاجر الصحية وسط إجراءات وقائية مشددة لسلامة المواطنيين والسواق ويتم التنسيق مع مركز الإسعاف الوطني لنقل الحالات الخاصة والحرجة تم تدريب السواق نظرياً وعملياً بالتنسيق مع مركز الإسعاف الوطني على كيفية ارتداء الملابس الوقائية والتخلص منها وأضيف أنه يتم تعقيم المركبات بعد كل عملية نقل بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني يبقى التأكيد على أن تقيد الجميع بالتعليمات والتدابير الاحترازية يعد الأمر الأساسي للخروج من هذه الأزمة التي تضرب العالم بكامله إذ أن حماية الفرد لنفسه حماية لمجتمعه ترجمة نانسي قنقر